ومع كل إنسان وشعب وجماعة في مختلف ظروف حياتهم إنه الكلمة التي تعلن حقيقة مطلقة وترى واقعا حياتيا وتختبر لقاءا محيا وتنقل خبرا مفرحا وتحفظ في القلوب ثقافة ملهمة هذه الكلمة الإلهية تعطي قيمة لكلمتنا نحن البشر بحيث تصبح كلمتنا في ضوئها صادقة واضحة لا لبس فيها على ما قال الرب يسوع لتكون كلمتكم نعم نعم أو لا لا وبمقدار ما تكون هكذا كلمتنا بمقدار ذلك تولد الثقة وتكون فاعلة في نفوس المتحاورين يقول الله على لسان آشعي النبي كما ينزل المطر والسلج من السماء ولا يرجع إلى هناك من دون أن يروي الأرض ويجعلها تنبت وتثمر فكذلك تكون الكلمة التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة بل تتم ما شئت وتنجح فيما أرسلتها له الميلاد هو ذروة الحوار بين الله والبشر وتدشين للحوار ودعوة لالتزامه من دون أي خوف لا تخافوا قال الملاك للرعاة سمعنا في الرسالة إلى العبرانيين أن الله كلم الآباء قديما في الأنبياء مرات كثيرة وبأنواع شتى وفي آخر هذه الأيام كلمنا في الإبن الذي أنشأ به العالمين وهو شعاع مجده وسورة جوهره وضابط الكل بكلمة قدرته لقد قال الله للعالم بالمسيح الكلمة كل شيء ويدعو الجميع للحوار معه وفيما بينهم على هج نور الكلمة الإلهية فإنها تكتنز كل حقيقة الله والإنسان والتاريخ وبهذه الحقيقة المطلقة تستنير كل الحقائق النسبية في حياتنا الزمنية والعامة ولما أرسل المسيح روحه القدوس من لدن الآب قال الروح القدس يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم هذا الروح القدس المعلم والمذكر هو ضمانة نجاح كل حوار إن الشعب اللبناني ينتظر من المسؤولين السياسيين حل عقدة الانقسام والجلوس إلى مائدة التحاور بنية البلوغ إلى الحقيقة الوطنية الجامعة والمحررة فينفتح أمامهم الباب لإجراء الاستحقاقات الراهنة من دون ربطها بأي رهان خارجي ولمواجهة التحديات المفروضة علينا محلياً وإقليمياً ودولياً ونقول لهم من وهج الميلاد وكلام الملاك لا تخافوا لا تخافوا من أي تضحية يكلفكم إياها هذا الحوار الوطني ومقرراته الشافية التي تتفقون عليها فالأوطان لا تبنى إلا على سخرة التضحيات من جانب المؤتمنين على خدمة الخير العام خير المواطن خير كل مواطن وخير المجتمع والدولة كتب قداسة البابا في الإرشاد الرسولي الكنيسة في الشرق الأوسط شركة وشهادة قال كلمة الله هي لنا نحن مسيحيي لبنان والشرق الأوسط الروح والمصدر للشركة التي نبني بها وحدتنا مع إخوتنا ومواطنين هي الروح والمصدر للشهادة فيما نقوم به من خدمة للإنسان والمجتمع والوطن الكنيسة نفسها مؤسسة على كلمة الله وتولد من كلمة الله وتعيش منها وتغتذي لذلك سماها بولوس الرسول الكنيسة عمود الحق وأساسه والمؤمنون من آبائنا وأجدادنا وجدوا دوماً على مدى تاريخهم في كلمة الله نوراً لسبيلهم وكبروا كجماعة وتوسعوا وانتشروا بسماع الكلمة ودرسها والاحتفال بها أسرارياً وليتورجياً وما إسراركم فخامة الرئيس على الحوار وعلى الدعوة الملحة والمتكررة إليه إلا لأنكم تؤمنون بقيمة الكلمة التي ينطق بها المتكلمون إذا ما خرجت من قلوبهم مستندة إلى خبرتهم وسعة معرفتهم كاشفة عن حقيقة أفكارهم وتطلعاتهم هادفة للتواصل مع الآخرين بحثاً عن الحقيقة الوطنية الصافية التي لا يستطيع أحد أن يدعي ملكيتها في شموليتها ومضمونها ونتائجها يعلم قداسة البابا بنيديكتوس في الإرشاد الرسولي كلمة الرب أن الكلمة الإلهية تنير الوجود الإنساني وتدعو ضمير كل واحد لإعادة النظر بالعمق في حياته الخاصة لأن كل تاريخ البشر يقول البابا كل تاريخ البشر خاضع لحكم الله وتدعونا كلمته لنعطي كل لحظة من حياتنا ونعيشها بملئها لعلمنا أننا سنؤدي حساباً عنها ويواصل الأبو الأقدس هذه الكلمة الإلهية تدفع بالإنسان إلى إقامة علاقات مع الغير على أساس من الاستقامة والعدل وإلى بذل كل جهد لجعل العالم أكثر عدالة وأكثر إنسانية وهي إياها كلمة الله تندد بالظلم وتعزز التضامن والمساواة كما أنها تلهم عمل الملتزمين في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة سعياً إلى توفير الخير العام باحترام كرامة كل الأشخاص وتعزيزها انتهى كلام البابا مع ميلاد المسيح الكلمة بدأ في العالم زمن جديد عمره ألف سنة زمن قائم على الحوار والشاركة والمحبة على المستوى العامودي مع الله وعلى المستوى الأفقي مع جميع الناس هنا تكمن ميزة لبنان ورسالته في محيطه فقد قرر اللبنانيون بميثاق وطني أن يعيشوا معا مسيحيين ومسلمين بتكامل إنساني وتفاعل ثقافي واغتناء متبادل في هويتهم اللبنانية وبالمشاركة المتساوية والمتوازنة في الحكم والإدارة فكانوا رواد النهضة الثقافية والفكرية ورواد الديمقراطية والحداثة في محيطهم الشرق أوسطي واليوم اللبنانيون إياهم مدعوون ليكونوا في هذا الشرق الأوسط عنصر سلام واستقرار ودعاة حوار وتفاهم ومصالحة متضامنين مع قضايا شعوب المنطقة في كل ما يتعلق بالعدالة والسلام والترقي والخير العام ومساهمين فيها بالطرق السلمية بعيداً عن وسائل العنف والحرب هذا هو نداء ميلاد المسيح الرب وهذه هي أمنياتنا نستودعه إياها هو أمير الحقيقة والمحبة والسلام